السلام عليكم إخواني أخواتي الكرام، مرحبا بكم في اللقاء متجدد مبروك العيد ومبروك كذلك البطولة، عيدين كنحتافلوا بيوم في نفس الوقت تقريباً الحمد لله والشكر لله، فريق الرجع الريدي فاز بالبطولة عن جدار السحقة عودة مستحقة للمهادي المنافسة على عصبة الأبطال الأفريقية اللي بتاعد نبش كلي هو كبير تنظن أنه تسير العشوائي للبعض، وتسير كذلك العشوائي لبعض المسيرين وبعض الملخريطين المساهمة حتى البعض اللاعبين لم يكنوا في مستوى كانوا في فريق الرجع الريدي مخبين فريق الرجع الريدي لا أعطاش القيمة ديال النادي أنه مش بعيد في عصبة الأبطال الأفريقية وحتى في مشاركة الأفريقية بزار دين نس كنت تتكلم عن المقارنة بيننا وبالويداد وأن عشر سنوات فريق الرجع الريدي مكانش في الميادين على العكس إذا شفنا الإحصائيات وشفنا النتائج فكلقوا فريق الرجع الريدي وفعشر سنوات هو أكبر فريق اللي فاز بألقاب قارية وكذلك داخلية فريق الرجع الريدي لديهم أفضل لقب اللي ممكن يكون فاز بي على الإطلاق هو كأس محمد السادس الكأس العربية اللي بتوجبها الحمد لله ضد فرق اللي كبيرة ومنهم يقصى فريق اللويداد الريدي بربعة ربعة اللي كانت تاريخية الموضوع ديالي مش هو فريق الويداد أو الفوز بالكأس العربية الموضوع ديالي هو ما كيخليوكش تكمل الفرحة ديالك بعض المسؤولين وبعض اللاعبين ديال المنافس ديالك وهنا غير نتكلم على فريق الجيش الملكي عيب وعار أنه يكون مسؤول ديال النادي فريق الجيش الملكي كيتكلم على بطولة مصروقة أنا تنظم أنه حتى الجامعة الملكية وعصبة خاصة يكون لجنة الأخلاقياس لحديث في هذا الكلام حتى المسألة ديال اللاعب حريمات أنا جاي وغير نتكلم عليه لكن المسؤول البارح تكلمت على مسألة مهمة هو أنه مسؤول فليزيلترا كينعت فريق الرجع اليدي بنوعوت لي هي دانيئة بعد فرحة دير الدخول الكلم عن اللاعبين هنا كيف يكلم مع التخوف وانا crime ـ لكن كيف معك أنك مسؤولين ديال الجيش الملكي يجعل من واحد من الجمهور يجعل ضغط على اللاعبين ديال فريق اخرى ه yr هذه الطريقة أنا تنظر الجيش الملكي خسر البطولة بهذا الشكل لا ضد مغربة أو لا ضد حسني تأجير ولا إحتاد مقابلة نتكلم على الأخيرة لأنه على الوظة بل ضغط على اللاعبين دياله وشحن اللاعبين ديال الفريق رجع اليدي وهذا مثلا تسمعنا ساداجة ديال للبعض لأن الإدارة ديال الجيش الملكي ما كانتش علاقة تلاقي للجمهور مع الإزلترا ديالهم ما كانتش تلاقيهم مع اللاعبون بخصوص في هذا الوقت على أي نادة شي كيخص للجيش الملكي؟ مسيرين ديالهم إلا كانوا ضعاف ما قدش ندخل هنا في هذه المسألة أنا غانتكلم بغير عير احتيارة من المؤسسات اليومني كنتكلم بطريقة غير لائقة على نادي آخر فهنا ركي تسم تجاوز الحدود والعصبة الاحترافية وكذلك حتى الجميع ما كان يحاول أن ضرب يد من حديث في المسائين نحن في فريق الرجعة رياضي فقط تكلموا كيتم توقف ديالنا أنا نظن أنه غلبي عخر نتذكرفوا أنه إسلامي قال على الويديال الغلب يعرف ب عشر مدير من المقابلات مدربين تكلموا عدة التحكيم بفهرط الرجعة رياضي كيتم توقف ديالهم يا زده مدربين أربعة خمسا ديالك م CHAN Alors تبيطان على الزرتي يقول لأربعة خمسا ديال المقابلات مؤشرينération ر ring flexibility و لكن تكون تكافؤ الفرص دائما كنتكلم علا تكافؤ الفرص و لن تكلمش عن هنا مظلمين و ل takeüler ضدنا كنتكلم علا تكافؤ فرص و ما زلتنقول لها وتنأكد لها التحكم الاجنبي هو الحل الوحيد و في البطالة الوطنية كنتكلم علل التحكم كنادي الجيش الملكي وент أكبر المستفيدين من التحكيم ونعطيك دليل قاطع تتكلموا على المقابلة الاتحاد طانجا حريمات يتكلموا على التحكيم نتحددك حريمات أنك تجيب لي فيديو يوضح أن الزروني لم تقصوا اللاعب الاتحاد طانجا ستقول لي أنه لا تبينه ما تقول لك أنه لا تبينه أعطيني دليل قاطع أنه اللاعب يغير فرق دو سنتين بينه باللاعب الذي قصوا نقول لك البطولة تستحقها إذا سنراجعون ونقلون لأن هذه المقابلة تستحقها لا تستحقوش نفوزه بها هنا هو البلانتي الخافي فيه تم الإمساك من القميس من الخلف وشفتها أنت واللاعبين ديالكم والجمهور ديالكم والمؤسسين والمسيرين ديالكم أنت واحد ما تتكلم على هذه المسألة أنا سوف نمشي معك بعيد هذا المغلب ما فيه تفرق نعمل سي دي لتر بحضر راجا هذا الحكام قاع واعرين ثلاث درجة يتلعتين دورا ومتيع عاونوا الراجا أنتم مانية تلعبتوا ضدنا وبعشرات ديال اللاعبين تحكي مكان معنا اعطانا شي بلانتي اعطانا طرد وخليكم تلعبوا كورا سهلة قدرتوا توصلوا للشبكة قدرتوا تديروا شي حاجر واحد ما يقدر يهدر معكم ولكن نهدر معكم باللغة الخشاب لغة الخشاب هي باش قد نهدر معك أجينا نرجع معك المقابلة ديالتانجا والجيش الملاكي آخر دقائق ضرب الجزاء رغم أنه الوقت فات القانوني والوقت إضافي فات ديالتانجا لك تستحقوا فائن ضارين أحمرين اخديتوهم؟ لا شو كوني مستفد من التحكين منتوما ولا احنا؟ نزيدك حاجة أخرى كون سيدي وربحني هداش ما ربحتينيش؟ أنا تانقول لو تانعود نأكد على كلامي ثلاثين مقابلة ولا أحد قد كان يجرؤ على هزيمة فارق الرجاء الرياضي فارق الرجاء الرياضي فارح كبير مدريب في مستوى احسن كورا كاللعبه أغلب الأهداف اللي سجلتوه من ضربات الجزاء والفائز في البطولة إذا فارق الرجاء ذي احسن فراق كين في البطولة واحسن دفاع كين في البطولة واحسن مدرب كين في البطولة ليس لوم المدرب ديالكم يبكيوا ولاعبين ديالكم أنا منسب لي هد البوكاء ديال أطفال اللي كتب كي حريمات و المؤسسين ديالكم والرؤساء ديالكم كنتو عن الأقل تعتادروا من الجمهور ديالكم لانه تم الإخفاق إخفاق ديال فارق اللي متيقيتش على الضخط ونحن أحدهم بجميع الناس الذين هؤلاء في فريق الجيش الملكي. جيش الملكي خيالا أرجح في مدة عشر سنة أكثر لم يكن في هذا الألقاء. إن كان كيش مرة أوليدة صغيرة عندهم عشر سنين أو ثمان سنين أو حداشرة عامة للجيش الملاكي. الجيش الملكي لا أعلم. فريق كبير. كان لديه تاريخ وي. فريق كبير. ولكن فريق اللي الصغير. وقال ليه بالميلون قنصي. ملوء الصيرة لا يستحيط لها أصفة الأبطال ديالوس بعد الألقاد لا تستحيط لها فارق كبير ولكن فارق موت ناسي الجمهور اللي طالع دابا اللي تتكلم عن مونشيستر سيتي و باريسان جرماع عن الراجع و ريال مادريت لا تفكر على كونها لجيش الملكي لأن الجيش الملكي لا تدخل البلاد اللي تتفكرون بها لا تخرج الجمهور في المغرب كامل أنا كنتتكلم هنا بين فارق الرجع الريادي و فارق الجيش الملكي دائماً ما كنت تتكلموا على فرق الرجاليدي لأنه تقريباً المواضيع كلها في المغرب تقدر على فرق الرجالي حتى البطولة اللي فزنا بيها شتو الحمد لله المغرب كان لأخرج من طانجة القويرة وخارج كذلك أرض المغرب مسألة باش ننأكد الحريمات ونعاود نأكد ليه قبل ما تقيس ديور ديال الناس بالحجر انت رادارك من الجيش وبينها مزيانة وشفافة البطولة اللي كنت تتكلم عليها انت اللي خسرتها ضد تيطوان وضد حسنيتها قادير وما قدرتش على الضغط وتكلمت عليه في الموسم نيفات وما تقدرش على الضغط ديال عصبة الأبطال الأفريقية لموسم نيفات أما هذا الموسم كانت منى لكم التوفع كانت منى أنكم تجيبوا لعبين وتدعموا وتخدموا على رأسك لأنه كنت منى وتكونوا في المنتخب لكن بكل صراحة الطريقة باش تتكلم أنت نظل أنا وليد رقراقي كان محقاً أنه ما عيت لك وتتعرف علاش وانتان عرف علاش ما ديش نقول لك علاش شوف شنو ضار بينك وبين المدريب في الفشك توف الفتح الرباطي والطريقة باش تتعاملتي مع المدريب اللي خلاتك أنك إنسان غير مؤهل أنك تكون في المنتخب المغربي انت عارف وانا عارف وهذه المسألة هذي ما كي لاش ندخلها لانه مش من الاختصاص ديالي أنا هناك كان هدر في الكورة وما كان هدرش في التشيير ولا كانت تتكلم على الناس وفقط لبغي تتكلم على فريق الرجع ريدي حاول تشل الفمك مزيان قبل ما تتكلم على فريق الرجع ريدي لأنه فريق محترم وكيفوز بالألقاب دياله عن جدار واستحقام انتو مفاش في السول بوطولة الموسين اللي فات أول نادي هنأكم هو فريق الرجع ريدي والموقع الرسمي ديالنادي هنأكم هو أولا لكن من كي يكون ذاك البغض والحيقة ديال لبعض وبعض الأشخاص فما كان قدرواش تكون عند ناديك الروح ريدي ونخرجون ونقولوا شكرا لفريق الرجع ريدي للمنافسة الشريفة دياله برافو عليهم استحقوا اللقاب كما قالها الزرهوني شوف غير تعليق ديال الزرهوني أو الخرجة ديال الزرهوني ما هو قلب الحافظ؟ قال شكرا لجيش ملكي والمنافسة دياله الشريفة واللاعبين ديالجيش ملكي إدارةً وجمهوراً لكن استحقين الفوز وفزنبي هذه هي كرة القدمية كتكون كرة القدم كتجلة في 90 دقيقة لعبنا 90 دقيقة لعبتو 90 دقيقة اخسرتوه مع الحسنيات عادلتوه مع المغرب تيطواني ما كان فيها لا مشكلة الحمد لله أن البطولة اللي ديناها ما كان فيها لا تدخل حكام الأولو تعمتونا بخصوة 10 مليون تعمتو الرئيس ديالنا حيتونا الجمهور ديالنا في الملاعب كاملة انتوما كان عندكم إيقاف ست مقابلات ولا إيقاف مقابلة أو مقابلتهم بعد رجعتوهم أنا مش ضد الفكرة أنكم ترجعوا ما عنديش مشكلة لكن فينا ومتكافؤ الفورة السمنية لمقابلة اللعبنا بالجمهور بهدية سعود وما باقي ما لعبناش في الجمهور تم المنع ديالنا من مراكش من الجديدة المباراة عدم تنقل الجمهور المحدودية في الجمهور خصونا نخصو لهم لمقاعد خصو يجيوا غير ثلاثة الناس ماشية ربعة الناس إذا خليتوا مدرتوا كاملين واليوم أنا كنت تكلم معك تحكين اليوم أنا أنا بنيسبة لي أنتكا لاعب حريمات وأنا كنت تكلم معك مباشرة خاصتك تدير واحد الخرجة وتعتذر من الجمهور ديالجيش ملاكي لأنه تم الإخفاق ديالكم في البطولة الوطنية قلتها وتنعود نأكد لها ما كتقدروش على الطهب ومشي من النوادي الكبيرة اللي كي ندابك تتقدر على الضغط فريق الرجاء الريادي ممكن يكون خسر مع الأهلي المصري وشفنا المقابلة ديال تحكيم كيف الجزء رغم أنه ما كانوا شعدنا لعيبين عندهم مستوى اللي عالي ولكن تقاتلنا مع الأهلي المصري قولوا رجعتوا وشفتم المقابلة تفرجوا فيهم زيان تقاتلنا يعني خلينا الصورة ديالنا أما أنتم الخروج ديالكم من دور المجموعات وبديك المسألة وذاك شيء فأنتي بأنه فريق ما كادرش على الضغط وقلتها في الحلقة ديالي مستمرة كنقول يومين كنقول الجيش ملاكي ممكن يكون منعرش في أخير البطولة وقلت غايقون ضد الويداد ولا أسفي رغم أنه كان تفكير ديالنا ما شيف محلوه لأن الويداد كان ضعيف وراءت نشوف الضعف دياله الخروج دياله حتى مكاستعاف إفريقي ماقدرش يشارك فيها وكذلك مع أولمبيكاسفي ماقدرات أولمبيكاسفينا تجاريكم لكن حسنية تغلبت عليكم اللي ما كنتش متوقعينه وكذلك مغرب تيتواني لعبكو رح سن منكم وخرج وسجل عليكم جوج ديال الأهداف إذن الدفاع ديالكم اللي ضعيف انتوما اللي ضيعتوا البطولة ما جيش اليومة تباكى وضحك على الجمهور ديالكم وتقول لهم أنه الراجة حقا بطولة مسروقة فنكاك بطولة مسروقة أعطينا فريق واحد في المغرب أنه فاز علينا ثلاثين دورة ولا واحد قدر يفوز علينا انتوما لعبتوا ضد نبع عشرة ديال اللاعبين هنا تيبين أنه فريق الراجع ريدي قوية ديالكم خصوصكم تحترموه وتقدروه وتقولون بروك فريق الراجع ريدي علينا يا أخواتي الكرام أنا بغيت غير نوصل الفكرة ديالي للحرامة بعد اللاعبين ديال الجيش ملكي فكروا في الموصل المقبل في أثبت الأبطال أنكم تشرفوا الراجع المغربية وتشرفوا الجمهور ديالكم وحاولوا تتنسوا فريق الراجع ريدي الراجع ريدي تابعوا كأس العاش وانتوما تابعكم كأس العاش ما غديش نقول غن نتلقاوه معاكم دوزوا بعدها ويحن الله واندوزوا احنا ويحن الله وديك سائجيون تناقشوا وغا تكون مقابلة فاصلة وبيي للا سيدي كون سيدي ومولاي وربح لي وما كينش مشكلة وغادي نقول لكم بروك أما لا ربحتك فغي يكون ليا كلام خور من بعد غير بغيت نقول الجمهور ديال فريق الراجع ريدي دافع لفرقتك كون مع فرقتك دعم فرقتك شكرا دلاري من آ الزيت من سنتي تل رأس الحربة موهوب جميع اللاعبين بدون ستناق حتى المساعدين ديال المدريب المدريب طاقم التقني حامل الامتعاء المصورين الناس ديال لاباج كلكم شكرا بزاف إدارة رئيسا وإدارين شكرا لكم بزاف لأنكم فرحتونا عيدين عيد الأضحى وعيد الفوز بالبطولة شكرا لكم بزاف شكرا لكم بزاف شكرا لكم بزاف قبل ما نسأل الحلقة ديالي نقدر نقول لكم فقط رسالة لكم فكرهم زيان قد يرجع هذا موضوع من بعد إن شاء الله فكرهم زيان في الانتدابات الأجنبية ما يكونش تصرع ما يكونش تصرع إخواني أخواتي الكرام ما يكونش تصرع الإدارة ديال الراجع ما يكونش تصرع في الانتدابات الأجنبية لأنه الانتداب الوحيد اللي كان ناجح لنا هو اللاعب بزوق مبرو كذلك لقب الهدف البطولة اللي كيرجع كذلك البزوق لاعب فريق الراجع الرياضي سابق للتاريخ أنه فريق يفوز بدون هزيمة سابق للتاريخ أنه يكون تنقية دياله 72 نقطة سابق للتاريخ بطل المغرب والبطولة اللاعب بزوق بطل هدف البطولة وكذلك تنقية دياله 72 نقطة وكذلك بدون هزيمة هذه سابق للتاريخ وترى ما كيتعود هادشي ما كيتعود اللي بغي يعوده يكون سيديو مولاي بهذا اخواني اخواتي الكرام الكونون هنا في الحلقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عواشركم مبروك نهاية شكرا